بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله الآن سنكمل الجزء الأخير في الفصل الرابع وهو الخاص بالإرشاد الأسر ونتكلم الآن على نظريات الإرشاد الأسر ونبدأ بأول نظرية وهي نظرية الإرشاد الأسر البنائي النظرية البنائية وترجع أسول هذه النظرية إلى بداية الستانيات من القرن العشرين أهداف الإرشاد الأسر البنائي أول شيء تقليل أعراض اختلال الأداء جميل وإحداث تغيير بناء في النسق الأسري كأننا بنبني ما يفيد هذا النسق الأسري وبنقوم بعمل يساعد الأسر على بناء أسري سليم خالي من المشكلات التي قد تسبب تعطيل للعملية الأسرية الناجحة في التعاون مع الطفل المعاق كمان عندنا خلق بناء هام فعال طبعا خلق بناء هام فعال نحن نتعامل بشكل يحاول أنه يصل إلى ما هو أفضل بالنسبة إذا كان يبدأ من الأب والأم والأبناء وهكذا ويكون ما بينهم تفاعل حقيقي ناجح يساعد على حل المشكلات التي تعاني منها الأسر يشكل الموشل والأسر علاقة إرشادية فعالنا تحقيق ما يلي هيشتغل على إيه الإرشاد الأسري البناء والنظرية البنائية أول شيء طبعا حل المشكلة ويعني هنحاول أن نخلص هذا الطفل أو هذا المعاق من بعض أعراض المشكلات النفسية أو إذا كان أحد أفراد الأسرة كمان نحاول أن نحن ينسعد كمان خفض الصراع والضغط بيبقى فيه صراعات ما بين إيه جميع أفراد الأسرة بسبب الإعاقة إذا كان ما بين الأب والأم وكل واحد بيضع أن السبب في الإعاقة هو الأب أو هي الأم وده بيسبب سراعات وضغطات بين جميع أفراد الأسرة كمان في نقطة مهمة قوي هي تعلم طرق جديدة للتغلب على المشكلة إن إحنا كمان يكون في طرق جديدة للتغلب على إيه على المشكلة أو المشاكل التي تقابل الأسرة بإيه جماعة أفراد هننتقل الآن لنظرية التواصل نظرية التواصل رائدة هذه النظرية تؤكد على أهمية الترابط الأسر يعني بتؤكد على أهمية الترابط الأسر في نموذج أطلقت عليه الرشاد الأسري المشترك الرشاد الأسري المشترك وتؤكد هذه النظرية على التواصل والخبرة للفعالية للأسرة والطلاقة في التعبير ان احنا نزود التواصل ما بين اعضاء الاسرة وكمان يكون ما بينهم خبرات فعالية متبادلة نجحة ويكون عندهم انفتاح الفرض على الاخرين ما يكونش منغلق على نفسه وحاسس بمشكلة كبيرة وهكذا طيب اخر نظرية احنا يعني بناخد ازيل النظريات في اشارة ويمكن للطلاب او من يحب ان يطلع ازيل النظريات بصورة اكبر موجود طبعا المراجع اه ترجع اصول النظرية للسراتيجية الى بداية السبعينيات من القرن العشرين وتركز على حل المشاكل الحالية في الحاضر يعني بتركز على ايه على الحاضر ايه اللي بيعاني منه المسترشد في الوقت الحالي مع عميل الارشاد الى الاختصار مركزا على العملية اكثر من المحتوى وتوجيه الى التعامل مع من يعمل وتحت اي ظروف كمان مع ايه اللي بيعاني منه هذا المسترشد نحاول ان احنا نحل مشكلاته ونحاول ان احنا نساعده على حل مشكلاته الحاضرة التي يعاني منها الان نريد وده اساس النظرية الاستراتيجية وهذه يعني بعض الافكار عن بعض النظريات اللي بشادي الناشة زيكانة النظرية اه البنائية او نظرية التواصل او النظرية الاستراتيجية اشتركوا في القناة